إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة ده وصف جغرافي مباركا مباركاً يعني إيه؟ يعني كثير الخيرات والفيوضات والثوابات يعني أولاً يتعارف الحجيج مشكلات بعضهم في الحج ثانياً تعقد المؤتمرات على هامش الحج ثالثاً تعقد الصفقات على كل المستويات بين المسلمين على هامش الحج رابعاً يتعرف المسلمون حال بعضهم في الأوطان وحاجات بعضهم في الحج خامساً يحصل المسلمون على ثوابات كثيرة في الحج والعمر الحج مغتسل من الذنوب والآثام يعني الحاج يروح يحج ويرجع الرصيد بتاع الحسنات كله كامل ورصيد السيئات صفر من فضل الله طيب الناس اللي لها مظالم يقول جمهرة العلماء أو المحققون من العلماء إن الله تعالى يرضي أصحاب الحقوق عند الحاج من فضله وكرمه ويبرئ منها الحج طيب من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه عليش حاجة من السيئات كل دي بركات من الحج والدعاء مستجاب هناك وشرب ماء زمزم والدعاء يقبل هناك بفضل الله تبارك وتعالى جميل وهدى للعالمين في قراءة بتقول وهداية للعالمين لا كل القراءات مجمعة على هدى طيب هدى ده مصدر يعني عبر بالمصدر ليه يعني ما قالش هداية ليه وقال هدى لأن الهدى المعنى بتاعه أكتر من الهداية سكت الهداية مثلاً 80% الهدى 300% للعالمين بتتعانق مع كلمة وضع للناس لتنهض بعالمية الحج إلى هذا البيت أو بعالمية هذا الموضع وهدى للعالمين هدى يعني الحج نور على الطريق آه إزاي أنا أقول لك بفضل الله لما الحاج يرجع ويجي يأمل خطيئة أو ذنب يفتكر ده أنا حجي بيت ربنا وعهدت ربنا لما قلت لربنا هناك لبيك اللهم لبيك أنا جاي لك يا رب أنا جاي لك يا رب أدي معنى لبيك اللهم لبيك ينفع بعد معاهد ربنا وأروح له أعمل كده لا ما ينفعش الحج حجي حيبقى وازع يمنعك من التجاوز والخطأ كأنه نور أضاء لك الطريقة فأبعدت عن الخطأ نتيجة النور ده أدي المعلم وهدى للعالمين للعالمين قلنا كلمة كلمة للعالمين بتحتضن كلمة وضعا للناس كلمة للعالمين بتحتضن كلمة للناس ويتعاونوا لاتنين في تحقيق عالمية هذا الموضع فيه آيات الآيات العلامات البارزة الساطعة آيات فيه آيات اسمع كده آيات نكرة جمع آية للتعظيم والتفخيم يعني فيه براهين قوية وأدلة واضحة ومعجزات كبريات يبقى التنكير للتعظيم ترجمة نانسي قنقر